بطولات وسلسلة ضربة مارفل يا شباب كتير حلوة وكل مرة عم ينزلوا سكين احلى من الثاني اول شي بلا شمانا بـ Daredevil والتاني شي بلا شمانا بـ Ghost Rider وهلا ان شاء الله لح يكون عندنا الكأس الخاص بالـ Black Widow وكيف تحصل هذا السكين فان شاء الله بهذا المقطة لحشرح لك بالنسبة للوقات والسيرفرات اللي هي أوروبا والـ Middle East اللي احنا اكتر اثنين بهمونا والسؤال اللي كل الطابة الارضية عم تسأله يا نيمو كم نقطة لازم جيب لحتى حصل هذا السكين فاذا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو على القناة ياريت تشارك فعال زر الجرس تحط لايك اللايك بهمني جدا يا شباب لا يوصر مقطع على كل مكان لانه حيكون مقطع قصير شوي وقود دعم بلايات المشوب نيمو تسعلي زارة امامكونا وحابين تدعموني في لما تشارو سكينات وشكرا لكم يا شباب ويالله ما أبعد فلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد طبعا بالنسبة لبلاك ويديو يا شباب أهلنوا عن البطولة يوم 10 نوفمبر يعني يوم 10 اداعش وبعد مننا لح تكون البطولة يوم 11 اداعش يعني على السريع السريع هيك عملوا يعني ما انه لح يأخروه لانه صفيان السيزون كم فترة قليلة لحتى يخلص ومشان هيك الشركة عم تستعجي طيب يعني ما السؤال يا انت بلاك تقوله هلا بالنسبة لاني قاطه كيف تحصل الاسكن بالنسبة لاني قاطه كيف تحصل الاسكن يا شباب هذا الموضوع ما بينعرف غير لتخلص البطولة يعني نصيحة مني الى كل ما تلعب عرق قد ما بتقدره تجيب بوينت لحتى انت تقدر تخلص هذا الموضوع يعني كل ما قدرت تجيب نقاط اكتر لحتى انت تقدر تحصل الاسكن افضل وافضل بالنسبة للبطولة الماضية اللي هي كانت لاسكن غوسترايدر كان للتوب 400 اللي جايب 400 بوينت بيقدر يحصل الاسكن فهذا هو الموضوع كتير بسيط بالنسبة لسيرفر اوروبا فانت حاول تجيب فوق 200 بوينت 300 بوينت او بتقدر جيب 400 بوينت الموضوع اللي حيكون حلو ان شاء الله اللي حيكون بيجيبه وخلينا ننتهل بالنسبة مع بعض لموضوع البلاك ويدو على موقع ايبك جيمز متل مزارق امامكم موضوع البلاك ويدو على ايبك جيمز الشركة دغري نزلت عنه بعد بيوم بالضبط او قبل بيوم كمان يعني هنا نعلنوا عن البطولة يوم عشرة اي داعش ونزلوا دغري على ايبك جيمز الموضوع بشكل كامل متل مزارق امامه خدوا المنافسة هذه الاربعة اي داعش نوفمبا في كأس الارمال السوداء هيك متل ممكتوب على ايبك جيمز حيكون اللعب زوج متل مزارق امامكم يعني دو بالنسبة للبطولة يا شباب وكيف تشارك فيها اول شي لازم يكون معك هاي اهم شي معنا يا شباب وتاني شي لازم يكون حسابك فوق لفل تلاتين الموضوع كتير بسيط وسهل طيب بالنسبة للوقات وبالنسبة للسيرفرات بالنسبة للوقات والسيرفرات هلا اول سيرفر اللي حيكون معنا او اي سي يمكن اوكيون والسي عادة اسمه لحيكون ان شاء الله معنا عشرة الصبح متل مزارق امامكم توقيت الرياض بالاوقات كلها تب توقيت الرياض الموضوع كتير بسيط كل انك انت تشوف توقيت الرياض وبلدك وبتعرف الفرق. انا ان شاء الله سحاول ساعتكم بالتعليق المثبت وقال لكم بالنسبة للأوقات. بالنسبة لأوكينوسيا هادا تقريبا متل ما قلت لكم. بالنسبة لآسيا لحيكون الساعة اتنعش الضرب بتوقيت الرياض. وبالنسبة للميدل است الميدل است اهم شي عنا يلي هو لحيكون الساعة خمسة العصر بتوقيته السعودية على سيرفر الميدل است. يعني انت لازم تكون å حيطيا مدل است الساعة خمسة العصر لحتى تبلش معك البطولة. والفسيرفر التاني المهمة يعني طبعا الي هو سيرفر اوروبا. الي تقريبا كل المغرب ومصر وهدول عمي طبيعتها عليا دولة بلعبوا على هذا السيرفر. هذا السيرفرية يا شباب ليسا ع suprem الساعة 8. الساعة 8 بتوقيت الرياض والساعة 7 بتوقيت مصر والساعة 6 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس. وشيق على الطليق المثبت لتعرف الأواقع بالزبط. وبالنسبة لسيرفر البرازيل الساعة اثناش الظهر. وسيرفر الاميركي تاني اللي هنن الساعة تنتين الظهر والساعة خمسة العصر. هيك اللي احنا منكون حكينا عن الاوقات كل هاته. كل هاته بتوقيت الرياض. وشيك مرة تانية بقلك عالتعليق المسبت لحتى تعرف الاوقات. طبعا متما مكتوبا امامك توجه الى علامة التبويب تنافس في حجرة الانتظار اللابي. يعني الكل عليك انك انت تفوت تختار المود بالتوقيت اللي انا قلتلك عليه. بتفوتوا بتختار المود بيكون معك رفقاتك باللوبي. وبتفوتوا. لازم يكونوا اصدقائك اللي عم يلعبوا معهم. طبعا متما حدلك لكم لازم التو اف اي هون كاتبين ملاحظة. لازم يكون حسابك مفعل عليه التو اف اي واكتر من حساب لفل التلاتين. يعني لازم يكون لفل التلاتين حسابك هتقدر تشارك بهاي البطولة. طبعا ستستمر السلسلة الخارقة في كأس الشرير البطل مدري من هاد لحد هلأ مو مقروف من هاد. يوم 18 نوفمبر, فجهز خلك يوم 18 نوفمبر هايكون في بطولة تانє. وبعد من النها هيكون في بطولة يوم واحد والعشرين نوفمبر هتكون على مليون دلار. هي البطولة يا شباب ما حتكون عاسكن اخر واحدة لا حتكون على مليون دولار. فيو ويوم 18 نوفمبر م��로 ما حقنا يا هيكون في اسكن تاني وبطولة تاني. متل هذا الموضوع طبعا مش رح لقون ياها دغري. وهيكون معنا بعد من지는 بطولة يوم واحد والعشرين نوفمبر على مليون دولار. طبعا بتقدر تشارك فيها بكل السيرفرات. ومجرد ما انك انت تشارك بهدول البطولات اللي كانوا قبل دير ديفل وهذا البلاك ويدو. وبعدا منه لحيكون معنا كأس الشرير لحد هلا ما بعرف مين هو. لح تحسر من وراه انو باسم اللي زاره امامك. هذا هو الموضوع كتير بسيط. يعني انك انت ازا ما شاركت وخدت سكن لحتاخد وبالنسبة ما هي تضربة مافل قادية. مدري شو تجربة عملية بلا بلا اربع جولات ومدري شو. انا عم يشرحوا لك المود. والموضوع كتير بسيط من ما انت لكم. المود لح يكون باسم النوك اوت يلي هو عبارة عن ثلاثة ضد ثلاثة. بتتقاتلوا مع بعض بقدرات ايرون مان وقدرات مارفل وكلها دول القدرات الخارقة. وبيكون الجيم عبارة عن اربع راوندات. كل راوند بتربحها بتنتقل اللي بعدها بتنتقل اللي بعدها. ما بدا شرح هي كلها تكون تعرفوها. خلينا ننتقل مع بعض التوبات. قديش لازم تجيب توب قديش. بالنسبة للا سيرفرات لحتى تقدر تحصل بهاي البطولة لسكن. بالنسبة لالتوبات يا شباب متل مزار امامكم التوبات لحت تكون بالشكل الاتي اللي اننا لاح اشرح لكم ياهم. لحتى تجيبوها دول التوبات الالي لح اشرح لكم ياها لحتى تقدر تحصلوا لسكن تبعا البلاك ويدو. بالنسبة لسيرفر اوروبا يا شباب لازم تكون من توب واحد لتوب 1200 لحتى تقدر تاخد زي الارمال السوداء التجميلي مجرد ما انك انت تجيب من طوب 1 لطوب 1200 بالسيرفر الاوروبي وبشراء امريكا الشمالية لح تاخد من طوب 1 لطوب 750 بالنسبة للتوب الثاني اللي هو لح يكون البرازيل اللي حيكون من توب 1 لتوب 300 وسيرفر اس اللي حيكون من توب 1 لتوب 150 وسيرفر اوكيا نوسر حيكون من توب 150 وسيرفر الميدل است اللي هو الصراحة الصعب كتير من 1 ل150 هياer بالنسبة للتوبات يعني انك انت مجرد ما تجب هدول التوبات لحتاخد السكن التوبات شون بدك تجيبها متما خيدنا بداية المقطع عرق ادما بتقدروا جيب pointing ليحتى تقدروا تحصل هذا الاسكن الموضوع بسيط لازم تجيب ثلاث ميت بوينت انا من هلأ عام إلا لازم تجيب ثلاث ميت بوينت او اربع ميت بوينت متل ما تعودنا بكل بطولة هاي نصيحة مني إلك فأنتي حاول تجيب بالنسبة لهي البطولة الشغلات اللي انت لك عليها وطبعا هون تغلبين بعض اسماء اللاعبين والقيود ومدرش ويد كله هذا مالنا فيه لحنا كل الموضوع اللي احنا حكينا لك ياه وطبعا لازم التو اف اي يا شباب التو اف اي من اهم الاشياء اللي لازم تكون معك حتى تقدر تحصل بهاي البطولة وتشارك فيها ولازم تكون معرفاتك وحكيت لكم الاوقات كلها ياته وبقال لكم مرة ثالثة شيك عالتعليق المسبت طبعا هذا هو الموضوع اللي احنا لازم نحكي عليه بالنسبة للبلاك ويدو وطبعا فيه بطولة تانية اللي حتكون معنا بطولة تنيك مثل مزارق امامكم هاي هي البطولة هاي اللي حتكون على سيرفر اميرك فلو بهمك الموضوع تبلي بالتعليقات اللي حط لك رابط هاي البطولة كلها لك انها قد تفوت لهون تعمل تسجيل باللون الاصفر وبعد مننا خلص الموضوع بسيط جدا وبتفوت بالبطولة اللي احنا لك حكينا كل شي بالنسبة للبطولة فانت لو بهمك موضوع بطولة نيك اللي بالتعليقات لك تترك لك الرابط تحت وتشارك بهي البطولة لو انت عايش باميركا طبعا لازم تكون عايش باميركا مشان البنغو هادا الموضوع لانك انت ما حتقدر تشارك فيها مثلا بالميدل است انت منقك مثلا 200 او 300 واحد بنغو صفر فما حنيمشي لحالة بنوم فلو مهتم تحت تكتبلي بالتعليقات وانا ببعت لك الرابط هاي كل شي حكينا عن سكني بلاك ويدو ان شاء الله من بعد تنزيل هذا المقطع بخمس ساعات على الميدل است وبثمين ساعات على سيرفر اوروبا لح تكون البطولة شغالة لو محتاجين اي شي اكتبوا لي بسيرفر ديسكورد زار امامكم كتحت بالوصف فوتوا عليه ولو حاببت تساعدك باي شي اكتب لي بالشات فور اول وانا بحاول ساعدك اكتر واكتر كنت دعم بالعادة مشوبني متساعد شكرا لكم يا شباب وحبنتنا لعشرين الف سا شغالة وبرعاية الله اشتركوا في القناة